أقول لحضريك على موقف كان غاية في اللطافة أحد الأشخاص الجمال جداً كان جيه هو وزوجته وابنه وقال لي أنا متضايق جداً جداً من ابني وشفتك وانت بتدي سلسلة محاضرات فأنا عايز أشتكيلك منه هو قدامي هو كذاب جداً وأي حاجة بسأله عليها حتى لو مش هعقبه عشانها برضو بيجذب علي فجأة تليفونه رن فقال لي بعد إذنك يا دكتور هرد فرد أهلاً يا فلان أنا في ميتينج هخلص وهكلمك وقفل فقلت له حضريك كنت تشتكي من إيه قال لأن كنت تشتكي من إني ابني كذاب خالص قلت له ابنك شفك كم مرة بترده على التليفون قال لي هو دايماً بيبقى معي قلت له خلاص إياكم أن تخطئوا وتربوا أبنائكم كما تربيت المسألة هنا أن الطفل بيكون كائن إسفنجي في بداية حياته ما نلقح به نفسياً هذا الكائن بيتم إنتاجه بعد كذا في مواقف مختلفة صحيح مسألة إننا الأدرب ويقوم بيام شبسنا دا قل له اعمل إيه ومتعملش إيه أنه نموذج بالنسباله حي لأنه المفروض إيه القيم الصحر والقيام الغلال بزرط ربي ابنك كيفما شئتي وعظيه بما شئتي فلن يكون إلا ما تكوني أنتي